ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مملكة البحرين استطاعت ومنذ تفشي الجائحة توفير اللقاحات المعتمدة دوليا للمواطنين والمقيمين والتي بلغت أربعة لقاحات ما جعلها من أوائل الدول على المستوى العالمي في تأمين وتوفير اللقاح لسكانها مجانا وتطعيمهم بحيث تقدم خدمات التطعيم للمواطنين والمقيمين حفاظا على حق الجميع بالصحة دون استثناء وتهدف الحملة الوطنية للتطعيم منذ إطلاقها إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية كما أن اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة وهي الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جدد التأكيد على ضرورة أخذ التطعيم لما يسهم به في تكوين مناعة المجتمع وحماية الفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي هناك أشخاص أصيبوا بمرض الكوفيد ولكن حتى أثناء دراسة السريرية لم يدخل أحد الأشخاص وكان ماخذ المموه أو حتى التطعيم يحتاج إلى العناية المركزة اللي بدنا نشوفه حين على أرض الواقع اللي هو حدوث حالات إصابة في الأشخاص المخذين التطعيم الحقيقي ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى مع تتبعهم ودراسة حالتهم ما عندنا أي حالة دخلت إلى العناية المركزة فكان جميع العراض تتراوح ما بين بسيطة إلى عدم وجود العراض وإذا وجدت العراض تكون مجرد زكام أو مجرد كان ارتهوا في درجة الحرارة فعراضهم كانت أقل بكثير منهم في بعض المتطاعمين كذلك كانوا أصيبوا بالسلالة الجديدة أو المتحورة وبعد بفضل من الله سبحانه وتعالى لم يحتاجوا أن يدخلوا إلى عناية مركزة أو تكون حالاتهم شديدة ولا عندنا نسبة وفيات من المتطاعمين التي أكملوا التطعيمات الكاملة من لقاح فيروس ضد الكورونا فهذه كلها أشياء بالعكس تخلينا نكون متفائلين أكثر وفي سباقها المحموم للتصدي لفيروس كورونا أجازت مملكة البحرين الاستخدام الطارئة لأربعة لقاحات وهي سينو فارم وفايزر بيونتيك وكوفي شيلد أسترازينيكا وسبوتنيك ولكل فرد حرية الاختيار بينها حسب ما يطلع عليه من معلومات ويجده مناسبا له فكل التطعيمات آمنة وتمت إجازتها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية